خلينا طب من حضراتكم بس على أخبار فرقتنا النهاردة طبعا النهاردة فعليا ابتدى الاستعداد للمباراة يعني مبارح طبعا وزي ما حضراتكم تابعتوا معنا كان وصول البعثة بتاعت النادي الأهلي لجوهانسبرج ومنها اتحركوا لبريتوريا رحلة كانت طويلة جدا وقفوا ترانزيت في أسوان ورحلة استغرقت 12 ساعة فكان طبيعي انه بعد مشوار زي ده بيبقى فيه يعني ارهاق شديد جدا كان طبيعي انه التمرين تمبارح حتى زي ما مستر موسيماني ظهر معنا في السادسة وقال انه التمرينة ما كانتش تمرينة حقيقية كانت التمرينة خفيفة كده فك عضلات ويعني استشفاء للعابين لكن النهاردة دخلنا في الجد النهاردة بدأ مستر موسيماني وتحديدا الساعة واحدة ونص تقريبا كان فيه محاضرة فنية بالفيديو لعابي الفريق اتكلم فيها مستر موسيماني على الأفكار بداية نتكلم فيها على مطش الزهاب مطش القاهرة هنا ويركز فيها على الأخطاء اللي وقعت فيها لعابة النادي الأهلي والمطلوب طبعا عدم تكرارها وتكلم فيها كمان على الأفكار والخطط اللي بيفكر انه يلعب بيها في مباراة العودة في جنوب إفريقيا طبعا واحدة من أهم نقاط القوة في المباراة دي النادي الأهلي هو بيتسو في حد ذاته لأنه بيتسو عارف كل كبيرة وصغيرة عن سانداونز وعارف تفاصيل الفرقة بشكل كبير جدا وإن شاء الله يقدر يحط الخطة والتاكتك المنسب اللي يلعب بيه مع سانداونز ويمكننا إن شاء الله أنا بشوف انه مفتاح عبور المباراة هو تسجيل هدف إذا ما قدرنا ان احنا نبادر سانداونز بتسجيل هدف في مباراة العودة أعتقد بشكل كبير جدا ده يستنزفهم على كل النواحي ويسهل من مهمة لعابة النادي الأهلي